بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة المهدى خلاص وصلنا للكلام عن المستقبل وإحنا لما تكلمنا عن المستقبل اتكلمنا وإحنا حاسين أن المستقبل ده هو محل استقبال الله لنا سبحانه وتعالى ولذلك اتكلمنا في الحلقاتين اللي فاتوا وإحنا بنتكلم عن اللابينات اللي احنا بنبني بيها المستقبل بلابينات نور القرآن الكريم اتكلمنا عن المستقبل وقلنا ان المستقبل الله سبحانه وتعالى مهده وهو معلوم مش مجهول معلوم وممهد سبحانه وتعالى هو الذي مهده سبحانه وتعالى وفي حالة انبالح اتكلمنا عن ان المستقبل كمان واسع بوسع الواسع سبحانه وتعالى لان الواسع هو الذي يستقبلنا في مستقبلنا النهاردة عن التكلم عن حاجة مهمة جدا جدا عن التكلم وانحنا بنوجه كلامنا لناس كتيرة منهم الناس اللي بتسود الحياة ويكتر على لسانة ان الدنيا خربانة خربانة والمستقبل هيكون ايه فيه عدل مدامة الايام اللي احنا فيها شكلها كده والايام الحلوة راحت خلاص فبيفضلوا بسبب تسويد الحياة محلك سر ونظرتهم السودة اللي بيشوفوا بيها الحياة تخنق انفسهم وتخليهم في حالة دي والعيشة تبقى مرار وده كله ليه عشان هما شايفين الدنيا بهذه النظرة السوداء وبهذا الضيق مع ان احنا لسه يقول لهم ان الحياة ممهدة ومعلوم ان الله سبحانه وتعالى عارف كل الخير اللي فيها وفي نفس الوقت الحياة واسعة والمستقبل واسع لكن فيه ناس بقى اللي فاهمين ده وقلوبهم فيها سكينة سكينة لانهم متيقنين من كرم الله سبحانه وتعالى ولسنهم دايما تلاقيهم مليان بالجمال جمال الحمد وجمال التفاؤل وجمال البشر وتلاقيهم مهما كانت الصعوبات دايما بيسعوا انهم يحسنوا يديموا الامل يديموا التعلم يديموا العمل يدعموا اللي حواليهم كأن عيون قلوبهم اتملت بنور الاحسان نور مولاهم سبحانه وتعالى فبدأوا يمشوا في الحياة بنور الله سبحانه وتعالى زي ما كنا دايما بنقول ماشي بنور الله فدائما بيعيشوا في الحياة ويمشوا فيها بأمل وحاسين ان الاحسان هو اللغة الوحيدة والمفردات الوحيدة والابجدية الوحيدة اللي ممكن نعيشها وعشان كده في الجزء الثلاثة وعشرين اللي احنا عن مر بي دلوقتي بتقابلنا آية بتبني فينا المستقبل فيها فعل مضارع بيحسسنا ايه اللي احنا لازم نشوفه في المستقبل لازم نشوف في المستقبل الاحسان لان ربنا بيقول لنا انا كذلك نجز المحسنين دي يبقى ايه اللي حاصل يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيجز المحسنين المحسنين اللي شايفين المستقبل حسن وبيعيشوا فيه بالاحسان يعني ايه بيعيشوا فيه بالاحسان يشوفوا الحاجة الحلوة اللي في المستقبل وكمان هم عايز تسمروا الحاجة الحلوة دي ولازم نسأل هو ليه إحنا مش بنشوف الحسن في حياتنا وخاصة في مستقبلنا عشان إحنا خلاص تعودنا أدمننا أدمننا إن إحنا نستقبل الإيج ومش نستقبل مولانا في المستقبل فبقينا مدمنين إننا نعيش بسوق الظن أنا آسف بسوق الظن في مولانا الأجل وسوق الظن كمان في اللي حولينا وسوق الظن في الظروف وسوق الظن في الأيام والليالي فعايشين في سوء والحسن محتاج واحد عينه حلوة محتاج مش عينه حلوة يعني عينه خضرة لا عينه حلوة يعني بيشوف الجمال يعني متربي على طريقة انه يرى الجمال في كل شيء زي ما حضرت النبي لما لقى شام ميت الميمونة قال هل لن تفعتم بأهابها فلازم هو يشوف الحسن وهو ده اللي بيستقبل في الحياة وجه مولاه فإنما تقول له فزم وجه الله يبقى إيه اللي حاصل ده اللي بيشوف الحاجة الحلوة ده اللي بيشوف إن الله كتب الإحسان على كل شيء لكن في حاجات بقى بتطمس نظرنا وبتخلينا ما تشوفش الحسن ده في المستقبل فبتضعف غضة الإحسان عندنا معنا لو ما شفتش الإحسان مش هقدر أكون محسن زي وهم الحول والقوة اللي بيخليني أعيش بوهم إننا اللي بصنع مستقبلي فأفضل الآن لحسن تهيف مني وما أقدرش أصنع مستقبلي في مستقبلي ضيع فأفضل الآن من الفشل والآن من الفقد والآن من الفقر والآن من كل حاجة ممكن تخوفني إن أنا ما وصلش الحاجة فيخليني ما شوفش الحسن ما أنا قاعد في الدوامة دي عناية دول الوقت مزغللة بالمخاوف وعناية دول الوقت مطموصة ما بتخلينيش أشوف أبدا أي شيء وما أقدرش أدوم التحسين وأفضل أداء أدمن سماع الأخبار السيئة يمكن ساعات بدور على الأخبار السيئة أجي كده في ونص اليوم وقول معقولة ما فيش خبر سيء لغاية دلوقتي فأدور على الأخبار السيئة مع إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يعني بلاش تدمن السماع الأخبار السيئة وبلاش كمان تحاول تفرس في المستقبل استواد عشان يغطى على عينيك ويخليك من جوه إنسان هاش إيه اللي نعمله لازم نكتر لازم نتخلص من كتر الاغتمام بلاش كتر الغم ده لازم نعرف إن إمتك مش في الوجع ناس كتير فهمة إن أنت تبقى إنسان وهتبقى رائيق وهتبقى حساس كل ما تتوجع أكتر كتر الوجع بيعمل حجاب على قلبك يخليك ما تشوفش حسن تدبير الله سبحانه وتعالى ولا تشوف جمال النعمة وكمان الإهمال إنك تلاقي ناس كتيرة في أعمالها بتقول إيه أنا ليه أتعب نفسي أنا بشتغل على قد فلوسهم فتلاقي الإهمال ده ويخليه إيه يخليه بيحس إن ما فيش حاجة جميلة بتفضل وما فيش فايدة ويحس إنه هو مش هيقوم بالعمل لإن العمل ده مش غير حاجة أو إنه بقى يروح للنقيد بقى النقيد بقى أصعبنا التاني بتاع فخ المثالية بقى لازم ناخد بالنا إن الإحسان مش هو المثالية يا جماع الإحسان فيه تطوير وفيه تحسين وفيه استثمار للجمال أما المثالية فهي الانشغال الدائم بالنقص آه ده الناس فاكرة أن المثالية هو الانشغال الدائم بالكمال لا هو دائما منشغل بالنقص عشان يكمله ففي الغالب دول ما بيحسنوش لإن عدم الرضا بيوقفهم كتير وما يخلهمش يستمروا في السير ولذلك عشان الإنسان يكون من أهل الإحسان اسمعوا لازم في البداية يرى المحاسن في كل شيء لأن أول الإحسان رؤية الحسن عشان كده قلنا السفة التانية اللي بيبنيها فينا القرآن في هذه الآية هو مسألة إن المستقبل حسن ونستثمره بالإحسان طب إزاي الإنسان يعود نفسه أنه يرى الحسن أول حاجة رؤية الحسن سمرة من سمرة العيش بقيمة الصفاء لازم يصف نفسه إن يكون الإنسان قلبه صف من إيه؟ من الأكدار من الهم والغم وسوء الظن واليأس والحقد ورغبة الانتقام من الناس لما هو ما يتعود إنه هو ما يعيش في ده الصفاء هيخرج منه هيخرج منه الشعور بالوحشة والشعور بالضيء والسخط والشعور بالمظلومية فينطلق في الحياة بنور الإحسان الإحسان مولا ليه دي أول حاجة ننفذب إيه بقى التخلية قبل التحلية ولازم نغير نظرتنا في التعامل مع الأشياء المكررة دي بقى التحلية لازم نعرف إن الكريم سبحانه وتعالى لا يكرر ولكن نظرتنا هي اللي بتخلي الأشياء اللي لازم تتغير عشان نشوف الأشياء بجمال لإن الله سبحانه وتعالى هو الباري هو المصور والذي يخلق ويعيده ويزيده في الخلق يبقى إحنا لازم نرى الأشياء المكررة بشكل تاني تملاها بالرزق وتملاها بالنور وتملاها بالحياة يبقى الله سبحانه وتعالى كلما أعاد أو ما أعادش كلما زاد الأشياء نورا يبقى الإعادة عند الله ده مزيد من الرزق ومزيد من النور ومزيد من الحياة تالت حاجة لازم نعملها لازم أشوف الخير والحسن في حاجة أنا شايفها ما فيهاش حسن يعني أتعود إن أنا أنظر بوجهة أخرى باتجاه آخر حضرة النبي علمنا ده مش بس نرى الحسن في كل شيء ده حتى لو كان في الشيء الخالي من الجمال علمنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نستثمره ونستثمر الجمال اللي فيه في حاجة ما فيهاش جمال حاجة ما ليعنى قبح آه لما مر على شاة ميتة لميمونة فقال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هل لا انتفعتم بإيهابها هل لا إيه انتفعتم دي شاة ميتة فجعل فيها محل للنفع فاستثمر فاستثمرنا لنقطة النور في الأحداث اللي إحنا شايفين يا سودا بتوسع حياتنا وتخليك تشوف إحسان تدبير الله سبحانه وتعالى وتاخد من حسن تدبير الله لك إيه الإحسان فتستطيع ان انت تدعم زوجتك تدعم أولادك وحتى مهما كانت الظروف صعبة تقدر تساعدهم وتقدر كمان تدخل السرور على قلبهم وتقدر تساعد صديقك في خروج من أزمته أو زميلك في خروج من ورطته في العمل فتشوف الخير وتؤمن بيه وتسير بأمل يبقى تعمل بأمل اللي اعتادوا انهم يشوفوا الحسن وانهم يحسنوا لأن الله يحسن إليهم إيه اللي حاصل ربنا سبحانه وتعالى بيدخلهم في المحبوبين ويجعل رحمته قريبة منهم ويبشروا منهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلى من أسلم هكذا قال الله سبحانه وتعالى بلى من أسلم وجهه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلاه أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أسلم وجه يعني إيه يعني هو على يقين بإني أسلم وجه ليه لأنه بيتكلم على المستقبل اللي هيليه في المستقبل هيلاقيه كل خير وبركة وهيلاقي الله سبحانه وتعالى ينفي عنه الكذر ودايماً قلوبنا تسمع قوله وتعالى الآية اللي احنا بنقرأها النهاردة إن كذلك نجز المحسنين وعشان نتدرب وندرب عينينا على رؤية الحسن ونكون من أهل العيش بالإحسان تعالوا نتعود كل يوم إن احنا نحمد الله على كل النجاحات ولو كانت صغيرة في حياتنا اللي وفقنا الله سبحانه وتعالى فيها ومهما كان النجاح ده الصغير فهو في الحقيقة شكل معنى الجمال ومعنى الحسن في حياتنا فلما نحمد ربنا عليه إيه اللي حاصل احنا بنحمد ربنا على أنه نظر إلينا ووفقنا وعندما ننظر إلى توفيق الله ساعتنا بننظر إلى بنحمد الله على نظر الكبير فلذلك ما عندناش حمد على صغير أو على كبير إحنا الحمد على أننا كنا محل نظر الكبير سبحانه وتعالى فلازم نحمد ربنا على أي نجاحات حتى لو نجحت أننا لاء الحاجة على اللي ضايع مني حتى لو نجحت أننا أكتب كلمة كويسة حتى لو نجحت أننا أقول كلمة مسموه حتى لو قلت أننا كلمة مؤثرة حتى لو قلت أننا أمنع كلمة خبيسة وأقول كلمة طيبة كل ده محتاج لحم تاني حاجة لابد اننا ساعد حد اننا اخرج منه اجمل ما فيه بأول حاجة عشان اقدر اعمل ده لازم اتوقف عن تصايد الاخطاء للناس ولازم اتعامل بصفاء مع الناس ما اوقف لهمش على الوحدة وساعتها الناس عتحس ان هي حرة تستطيع انها تخرج احسن ما فيها فبيخرجوا احسن ما فيهم باختيارهم احسن ما فيهم من الاخلاق احسن ما فيهم من المعاملة احسن ما فيهم من الابتكارات وانا ليه نصيب معهم لان الدل على الخير كفاعلي انا لما طيبت خطرهم ولما امنتهم طلعوا احسن ما فيهم وابدعهم الحاجة التالتة انا لازم اختار مجال من مجالات حياتنا وافكر فيه ازاي يحسنوا وازاي يطوروا وابدأ فيه بخطوات بسيطة واستمر فيها وساعتها انا ابقى ماشي في طريق الاحسان امشي بالخطوات البسيطة وكاتب على قلبي لا تحقرن من المعروف شيئا لا تحقرن من الحسن شيئا الحاجة اللي بعد كده انا لازم في اهم مجالات حياتي ومجال مهنتي انا لازم اتعلم ولازم اتعلم واطبق ده ولازم اتناقش مع اهل المهنة عشان اطور مهنتي كل شهر اقرأ كتاب كل شهر اتعلم حاجة جديدة واطور في مهنتي كل ما اطور في مهنتي كل ما التطوير ده تحيكون ايه كل ما التطوير ده تحيكون باب من ابواب الاحسان وكل ما يكون التطوير ده تحيخليني احس بالنور اللي ممكن بقى بيه ارى حسن الحياة وحسن المستقبل وعليه انا كمان هزيد المستقبل ده اتحسن ان شاء الله بمدد الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى ويفضل المستقبل كله بيتلألأ من الجمال اللي اودعه الله فيه لانه ينظر اليه وكمان يتلألأ بالجمال اللي بيه نظر الله الي فكنت من المحسنين يا رب اجعلنا على الدوام من المحسنين ولا تقطع عنا يا ربنا ابدا جمالك ولا نورك ولا بركتك اجعلنا على الدوام يا رب ممن يحسنون وممن يسيرون إليك وهم يعرفون أنهم يقبلون على الجميل فيجملون أفعالهم ويجملون حياتهم وينتظرون في المستقبل أن يكون جزاء الإحسان الإحسان فيزداد مستقبلنا إحسانا لأنك جملت لنا مستقبلنا ونحن سرنا عليك بالإحسان فيه يا رب العالمين اجعلنا يا ربنا مغموسين على الدوام في جمالك واجعل مستقبلنا بابا من أبواب الدخول عليك من باب الجمال يا جميل بعض الفاصل نلتقى في حضراتكم عشان نكمل الكلام عن حسن وإحسان المستقبل وكمان نجاوب على أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ونخصص لا وقت زي وقت النهاردة كده عشان نجاوب عليها وتستمر مجالس العلم بجسر النور الذي هو صفحة بن نامج ولا تعسره احنا تكلمنا عن الإحسان يا سادة إذا أردت أن تزوق جمال وشهد الإيمان فعليك أن تعتقد وأن تتيقن الحسن أن تعتقد في المستقبل الحسن والإحسان إذا أردت أن تزوق شهد الإيمان فعليك أن تتيقن وأن تعتقد جمال الحسن في المستقبل والإحسان لازم ترى ده لازم تعيش في ده لو أنك أنت مع تقدش ده ماذا بقي لك من حسن الظن بالله أو ماذا بقي لك من أن تستثمر السعة لا تفخر عن نفسك بأن تذوق حلاوة الإيمان بأن ترى وأن تتيقن الحسن في المستقبل والإحسان يا سيدي تعالى نشوف احنا قلنا إيه نقولنا عن المستقبل ده يا سيدي أول حاجة في المستقبل ده إن المستقبل ده ماذا إن المستقبل ده محل لنظر الله سبحانه وتعالى وإن المستقبل ده هتلاقي ماله هتلاقي إن المستقبل ده مليء بالجمال ومليء بالوسع وهتلاقي المستقبل ده معلوم وممهد وبعد التمهيد ده هتلاجده متسع وبعد هذا الوسع ما الذي سترى عندما توسع مشهدك ترى حسن المستقبل وتستطيع أن تكون من المحسنين فتحيا فيه بالإحسان هذه الأمور مهمة لكي نعيش بها في المستقبل وعشان كده احنا نفضل نذكر بعض إن المستقبل مليان تمهيد من الله سبحانه وتعالى وعلم ومليان سعة والسعة الله لنا ومليان حسن وعلينا أن نعيش فيه بالإحسان يا رب العالمين وفقنا لذلك يا كريم يا رب العالمين ونشوف أول سؤال وصلنا على صفحتنا صفحة بالنمج ولا تعسروا أول سؤال بيقول إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد إذنك زوجي عنده قطعتين أرض بيطلع عليهم زكاية كل سنة ومن ثلاث شهور باعهم وفي قطعة منهم لسه باقي فلوس أطلع عليهم زكاية هو بيقول إيه بس احنا لازم الأول خالص نعرف إن الأراضي عشان يطلع عليها زكاية لابد إن يكون المقصود منها ببساطة خالص إن هي يتاجر فيها لكن أنا لو عندي قطعة أرض وهبنيها هبنيها عشان أسكن فيها أنا وأولادي لا دي تبقى المال ده وتاسمه مال إيه؟ مال القنية يعني إيه اللي حاصل؟ دي مش هيطلع عليها زكاية زكاية الأرض دي هي أرضي اللي أنا أبني عليها ليا ولأولادي فديت مش هيطلع عليها الزكاية لا دي أنا عندي قطعة أرض وقطعة الأرض دي في كردون المباني وَأنا عايز أبيعها وعرضها للبيع وعرضها للبيع فإن儿 اللي حاصل فتبقى دي على طول القطعة الأرض دي من عروض التجارة طيب في ناس بتقدر تطلع الزكاية عليها كل سنة إن عروض التجارة بنتمنها ونتطلع عليها طيب وفي ناس ما بقدروش ما عندهمش حي France خالص 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 فبنقول لهم إيه؟ طلعوا على آخر سنة أول ما تبيعوا الأرض دي طلعوا على آخر سنة طلعوا على آخر سنة أول ما تبيعوها وعشان كده بتقولي ان هو باع من ثلاث شهور قطعة ارض وإيه اللي حاصل فالفلوس اللي جات له دي لما كانش يزكى على الارض دي يطلع اتنين ونصف المية من ثمن الارض دي يطلع على زكاة طيب وبعد كده وفي قطعة منهم لسه باقي فلوس أطلع عليهم الزكاة لا يعني هو باع ايه باع قطعة يقول بعد ايه باع قطعتين عنده قطعتين ارض وبيطلع عليهم زكاة كل سنة باعهم لا ده باع القطعتين وفي قطعة منهم لسه باقي فلوس عليها يعني لسه باقي فلوس هياخدهم دين على المشتري يطلع عليهم زكاة اه لان ده الدين مرجو السداد يعني فلوس اللي لسه هتجيله ده من المشتري هيبقى ده دين مرجو السداد والديون مرجوة السداد بنزكي عليها ديون مرجوة السداد يبقى منزكي عليها ويبقى هو عليه ان هو يطلع زكاة على الملين السؤال بعد كده بيقول انا جوزي مسافر وانا نقلت مكان تاني بعد مسافر وهو حالف علي تكوني محرمة زي يومبي لو طلعت وانا بطلع اجيب اكل ولادي والسوأ واجيب علاج ليهم واوفر ليهم احتياجاتهم عشان ما فيش حد يجيب لي حاجتي اعمل ايه وعلى علي كفارة لا انت خلي زوج حضرتك يتصل بينا لان مسائل الطلاق دي احنا لازم نعرف هو قال ايه انت بتقولي قال تكوني محرمة عليها زي يوم واختي انا الكلمة اللي عندي فرقة هي محرمة فهو قصد محرمة يعني ايه تكوني طالق ولكن قصده ايه ولو اصلا احنا خلينا اقول بس اخواننا اللي بي بيفتوا في الطلاق في اوقات كتيرة ييجي افتي على الكلام اللي قالته الزوجة فييجي بقى الزوج بعد كده ييجي يقول له انا ما قلتش كده انا ما قلتش كده خالص انا ما قلتش تكوني طالق لو عملت كده انا قلت ايه انا قلت انا هطلقك لو عملت كده قاله يوه دي فرق تيجي الزوجة تقول له وهي فيه فرق يعني اه طبعا فيه فرق فيه فرق ما بين النواة يوعدك بالطلاق لو انك انت عملت كده هطلقك يبقى بيوعدك النواة يطلقك لو عملت كده وبين ان هو يقولك ايه هتكوني طالق لو عملت كده وفيه فرق ما بين انت تكوني محرمة عليها لو عملت كده كل الالفاظ دي الفاظ متعددة فلازم نسمع الزوج عشان نقدر نفتي في مسائل الطلاق دي وعشان كده المسألة بسيطة احنا محتاجين ان زوج حضرتك يتصل بينا عشان ايه نقدر نجاوب عليه حضرتك بتقول ان زوجك مسافر ممكن يتصل على مية وسبعة سهل او التسع على رقم تلفوني سهل فلكن احنا لازم نسمع منه مش لان احنا مكذبينك فيه ستات كتيرة فيه زوجات كتيرة بتفهم المسألة غلط بتفهم ان احنا دايما بنتهم المرأة بان هي ما بتبقاش حافظة او ان هي مش فهم او ان هي ثقافتها مش مساعدها ان هي تسأل عن الاسئلة الدقيقة والمهمة في حياتها غلط ده ولا ولا ده في دماغنا خالص لكن انا واحد جايب يقول لي انا ابن عمي تعبان ممكن تكشف علي عشان هو تعبان ومش هيقدر يجي هقول له ايه هاتب نعمك عشان اكشف علي فانتي معنا انت بتقول لي ان هو مسافر مش معناها ان خلاص لا دي معناها ان احنا محتاجين ان احنا نعمل ايه نسمعه ونتحقق منه ونتحقق منه مش لان احنا بنكذبك لا احنا بنتحقق منه لان هو المسؤول عن الطلاق كل واحد يتحمل مسؤوليته هو مسؤول عن الطلاق فهو اللي يتلفز بالطلاق افرد هو اكيد بيامونان يبقى خلاص هو اللي بيتحمل ده يبقى ايضا احنا محتاجين نسمع ايه زوجه ولا مانع ان انتو الاتنين تكونوا مع بعض اثناء الاتصال لكن ضروري ان هو اللي اتصل عشان نقدر نفتي في مسألة الطلاق ومش اقدر اقولك انت عليك الكفر لا لكن اقدر اقولك خلي زوجتي اتصل بينا عشان نقدر نجاوه السؤال اللي بعد كده بيقول ايه لو سمحت من فضلك لو صليت على جنابه كنت اعلم انه حرام ولكن استحيت من الناس ولكن قرأت اني كده كفر او اعوز بالله اني كده كفرت ومش عارف اعمل ايه انا ما استحلتش والله انا ما استحلتش والله فعايز اعرف انا كده كفرت وازاي اكفر عن الزنب ده يعني انا قبل ما اجابه على السؤال ده استحلفكم بالله يعني بلاش بلاش بالله عليكم حد يتكلم في الدين وهو مش من اهل العلم انتوا هتعملوا في الرجل ده ليه كده يعني هتخلوا رجل كفر طب ليه كفر عشان هو وهو وهو جاهل انا اسف يعني هو جاهل فعلا فعلا بجاهل انت تخليه يا سيدي وفعله يعني مرعاة لنظر الناس اه صحيح دي حاجة بشعة انه هو يصلي وهو على جنابه عشان مستحي من الناس طيب ماشي بس يا سيدي ما توصلش المسألة ان انت تكفره وما انكرش ان الصلاة محتاجة الى طهارة ما احد ما قالش كده خالص انت جايلك قلب تقول عليه كده ازاي فعشان كده عايزين نتقل الله سبحانه وتعالى انت يا سيدي عليك ان انت تعيد الصلاة دي تاني وتستغفر الله سبحانه وتعالى على المعاصي اللي انت عملتها معصية ان انت تصلي وانت على غير طهارة فتصلي فتشتغل ايه وتشتغل بيه بقى فين المعصية اقول لي كده المعصية هي انك اشتغلت بالباطل فالاشتغاله بالباطل ليه حرام الاشتغال بالباطل ايه حرام يعني انت لو بتعمل عمل باطل ومشتغل به بيبقى حرام يعني انت لما روحت صليت وعارف ان الصلاة دي باطلة فانشغلت بالصلاة الباطلة فانشغالك بالصلاة الباطلة حرام فانت عملت حاجة حرام طيب يبقى انت لازم تعمل ايه تتوب الى الله تستغفر لله سبحانه وتعالى وتتوب الى الله سبحانه وتعالى سأينا الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنك ويخفر لك هذا الذنب العظيم لكن يا سيدي ده ملوش دعا بالشرك انت انشغلت بالباطل الحرام فعليك ان انت تتوب الى الله سبحانه وتعالى طيب اللي قالك ده شرك ومش شرك ومعرفش ايه قالك الكلام ده ليه قالك الكلام ده عشان هو شايف انك تعديت على الدين وانه هو بيصون الدين وعليه انه هو يصون الدين من المجرمين من امثالك ليه يا سيدي ليه ليه كل ده الرجل انشغل بفعل باطل والانشغاله بالباطل حرام وهو نفسه قال أنا ما استحلتش ده أنا أنا والله اتكسفت من الناس طبعا هذا كمان شيء محتاج تسكية محتاج أن أنت تراجع نفسك لأنه واضح أن أنت كلام الناس مؤثر فيك جدا فعليك أن أنت تراجع نفسك وتهزي بذاتك وتراجع علاقتك بربنا عشان ما يبقاش نظر الناس عندك أكثر تأثيرا من نظر الله إليك فلابد أن أنت تتقل الله سبحانه وتعالى يبقى عليك أن أنت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة النصوحة وفي نفس الوقت ماذا تعيد الصلاة اللي أنت سلتها لأنك سلت صلاة بعداء مختلف عليك أن أنت تعيد الصلاة السؤال بعد كده السؤال بيقول إيه لو عندي ذهب ممكن يكون في حدود خمسين جرام على أطلع عليه زكاة ولو فيه زكاة تبقى كام أول حاجة لازم نعرف الدهب ده هو عبارة عن مصاغ ولا دعب عبارة عن سبيكة يعني إيه في فرق ما بين المصاغ المصاغ دهت اللي جار عليه الفاتوة عندنا في الديارة المصرية إن الدهب المصاغ ليس عليه زكاة طيب لا ده الدهب دهت عبارة عن إيه؟ عن سبيكة وهو دهب أو عبارة عن أشياء ما لاهش دعب بالإيه؟ بالمصاغ لأن المصاغ ده الحلية حلية المرأة ليس عليه زكاة ليس عليه زكاة فيقل لي حاصل لا ده أنا عندي خمسين جرام دهب خمسين جرام دهب يعني خمسين جرام عبارة عن دهب مش مصاغ طيب هل ده عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة لأن الزكاة بتكون في حدود خمسة وتمانين جرام دهب يبقى حكتين هم يبقى أول حاجة الزهب ده مصاغ ولا مش مصاغ مصاغ يبقى ماله الزكاة وبلغ ما بلغ يعني بدل بدل الكلام ده ده مصاغ يعني للزينة ما بلغ ما بلغ لو كان زينة للنساء طيب لا ده خمسين جرام وخمسين جرام ده مش مصاغ لكن خمسين جرام لا ده ما وصلش للنصاب لأن الزكاة حتى تجيب في المال تحتاج إلى شرطين الشرط الأولاني أن هي تبلغ النصاب الشرط الثاني أن يحول عليها الحول احنا عندنا ما بلغش النصاب النصاب كان خمسة وتمانين جرام دهب طيب خمسة وتمانين جرام دهب خمسة وتمانين جرام دهب مش خمسة وتمانين جرام دهب إذن لا يجب عليهم لفقدهم شرط من شروط وجوب الزكاة يبقى احنا لازم نفهم ده ونقدره ونفهمه ونتعامل معاه بشكل واضح ويبقى الفلوس دي مع لهذا الزكاة لان هي لم تبلغ النصاب يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن المستقبل وتعلمنا ان الانسان المؤمن المحسن المقبل على الله سبحانه وتعالى الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى والذي يريد ان يعيش بنور القرآن والقرآن يبنيه هو يحتاج الى ماذا يحتاج الى ان يغزل وهو ينظر الى المستقبل مش بس ويعيش الى المستقبل لان المستقبل هي مسألة ممدودة ما بين الحاضر والمستقبل ده شيء ممدود ما بين الحاضر ومستقبل فهو محتاج ان هو ايه محتاج يغزل ما بين ان المستقبل ده ممهد ومعلوم وما بين ان المستقبل ده واسع وما بين أن المستقبل زي ما قلنا النهاردة محل الحسن والإحسان يعني محل الجمال أنا معتقد أن مستقبلي جميل وكمان بسعى وأنا بعيش في مستقبلي بالإحسان الإحسان اللي هو إيه؟ الإتقان والأخذ بالأسباب والتطوير والتجميل والعمل على كل حسن وكل مليح يبقى أنا كمان أنا اعتقادي أن مستقبلي مليان حسن وعتقادي مستقبلي مليان إحسان وعشان كده دايما بلؤون للناس أن جزء من فهمنا للمستقبل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلاما كبيرة وأحلامك الكبيرة ديت من جمال الحسن المستقبل ويعرف أن اعتقادك حسن المستقبل هو عين حسن ظنك بالله ولا يبقى للإنسان جمال الإيمان إذا هو لم يعتقد الحسن والإحسان في المستقبل لابد أن أنت تعتقد ده تبتعمل إيه؟ لازم تكتهد وتأخذ بالأسباب وتطور في مهنتك وأيضا كمان أن أنت تحسن إلى الناس وأيضا ترى أن في المستقبل سيجعل الله لك العقبة الحسنة وسيكتبك في الصالحين خلينا مع المحسنين والله سبحانه وتعالى سيغازي من حسن الظن فيه فرأى حسن المستقبل أن يعطيه ما ظنه في الله سبحانه وتعالى ما ظنكم برب العالمين أنه لن يخيبنا بأننا إذا رأينا الجمال والحسن في المستقبل أنه سيجعل المستقبل فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وسيدبر لنا مستقبلنا بلبنة من الجمال ولبنة من الإحسان لأن الله سبحانه وتعالى يحب الإحسان فإذا حسننا الظن فيه هو سيحب ذلك وسيجمل ذلك ولن يخذ لنا بل سيحقق لنا أملنا ويكون المستقبل قطعة من الجنة لأنه سيكون محل نظر الله سبحانه وتعالى يا رب اجعلنا دائما من الذين يرون الحسن ويكافؤون بأن يوفقوا للإحسان يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعل مستقبلنا بأنوارك مستقبلا جميلة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نورنا على الدوام بنورك يا نور يا ودود يا جميل